في خبر كده منتشر ان الاسباني اسكار جارسيا مرشح او المفاوضات انتهت معاه لتدريب نادي الزماج الحقيقة انا مبارح لما طلعت وقلت ان اسباب عن اسباب رحيل المدرب الالماني كان عندي المعلومات ان موضوع اسكار جارسيا ده المفاوضات اتقفلت معالي من البداية بس محبيتش اتكلم فيها يعني بس قلت ان موضح للناس ده لما الموضوع كده كده انتهى تمام وفي نفس الوقت انا برضو عندي معلومة عن المدرب الجديد بس انا مش هقول اي حاجة عنه يا جماعة عشان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده اختير ومش عايزين اي فشل تاني عايزين مدرب يجي يوصل بامان الله ويمضي ويشتغل طيب الاسباني هي اسكار جارسيا طلب من نادي الزمالك ان هو يجي ومعاه 8 مساعدين ليه نادي الزمالك طبعا عشان ازمة الدولار والوضع الصعب اللي فيه البلد دلوقتي انا مش ببرر بس هو فعلا فيه مشاكل في الوضع الحالي في الدولار قال له احنا لقدر يعني ان احنا نقدر نوفره لك ان انت تيجي واثنين مساعدين معاك او قال طبعا قال لك صعب ان انا اجي من غير المساعدين متوعي وفي نفس الوقت نادي الزمالك الراتب بتاع المساعدين طبعا مبلغ بالاضافة المبلغ المدرب فده حاجة مش هتقدر ان انت توفرها في نادي الزمالك طيب هو مشكلة للدولار دي ازمة بتقرق كل الاندية مع عشان انتوا فاهمين وعارفين ان انت دلوقتي المطالب ان انت هتماشي محترفين او المحترفين اللي فاضين هو بيبضوا بالدولار فانت هتقدر توفر لهم ازاي دولار ما دي برضو مشكلة لازم يكون عندك مصادر دخل بالدولار لازم يكون عندك رعاة من خارج مصر لازم يكون عندك رعاة بيدفعولك بالدولار ونرجع عن نفس المشكلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها من فترة هو الزمالك فين من التسويق الاندية المنافسة بتعمل اعلانات اهو زي ما انتوا شرقين اعلانات في رمضان كذا اعلان مع انهم هما السنة اللي فاتت ماخدوش بطولات وانت اخد دوري وكاس الفكرة كلها جماعة في موضوع الاعلانات والميديا والحاجات دي خاصة واهم حاجة بتعمد عليها هو التسويق التسويق يا جماعة هو اللي بيحل مشاكل كتير جدا لاندية كتير جدا اه لادي زي بيرميتز ما عندوش جماهير بس بيعرف يجيب رعاة بيعرف يجيب رعاة محترمين اه عندية كتير في الدور المصري بتعرف تجيب رعاة ان احنا مشكلتنا ما عندناش تسويق ما عندناش ادارة خاصة بالتسويق ما عندناش ناس محترفة في المجال التسويق والميديا في مصر وانها اتعرف تجيبلك سبونسر وتجيب لك رعاة محترمية دي مشكلتنا في نادي الزمالك قلنا الكلام ده من أول الموسم وكلمنا الموضوع ده من موسم فاتي كتير بس بنرجع نقطة الصفر في القصة دي مبارح كنا بتفرج على دورة رمضانية كده خاصة بزد الحقيقة كان فيه لعيب موهوب جدا اسمه عمر خضر للأسف رحل من نادي الزمالك وراح نادي رحل نادي زد مقابل خمسة مليون جنيه اللاعب ده ويعني مستقبل مصر في قلط القدم للأسف للأسف لحد الوقت مش فاهمه وليه رحل من نادي الزمالك بالمقابل ده حتى يعني هو مقابل ضخم جدا بالنسبة للعيب صغير بس ليه برضو يرحل حاجة مش فاهمها وعلم تستفان بالنسبة لي